اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية المشكلة بيانات تفعل غير صحيحة على تطبيقكم السياش نقوم بالضغط على ضبط الايدادات نضغط على تطبيقات ثم نضغط على سياش خاص بكم ثم نضغط على يقف الاجباري ثم نضغط على الموافقة ثم نضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم نقوم بإيقاف عادة تشغيل واي فاي خاص بكم ثم نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل ثم نقوم بالبحث عن سياش خاص بكم سفيضان على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديث قوم بدغط عليه وسيأتي من تحديث تطبيقكم السياش وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زل اللايك والاشتراك في القناة سناكم في فيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة